تقول سيدة عجوز لي ثلاثة أبناء وقد تزوجوا فزرت الكبير يوما وطلبت أن أبيت معه وفي الصباح طلبت من زوجته أن تأتيني بماء للوضوء فتوضأت وصليت وسكبت باقي الماء على الفراش الذي كنت أنام عليه فلما جاءتني بشاي الصباح قلت لها يا ابنتي هذا حال كبار السن لقد تبولت على الفراش فهاجت الزوجة وماجت وأسمعتني سيلا من قبيح الألفاظ ثم طلبت مني أن أغسله وأجففه وأن لا أفعل ذلك مرة أخرى وإلا تكمل السيدة العجوز وتقول تظاهرت بأني أكتم غيظي وغسلت الفراش وجففته ثم ذهبت لأبيت مع ابني الأوسط وفعلت نفس الشيء فاغتاضت زوجته وصرخت وأخبرت زوجها الذي هو ابني فلم يسجرها أو حتى يعاتبها ويطيب خاطري فخرجت من عندهم لأبيت مع ابني الصغير وصلت إلى بيت ابني الصغير وفعلت نفس الشيء الذي فعلته مع زوجتي ابني الأكبر والأوسط فلما جاءتني زوجته بشيء الصباح وأخبرتها بتبولي على الفراش قالت لي لا عليك يا أمي هذا حال كبار السن كم تبولنا على ثيابكم ونحن صغار ثم أخذت الفراش وغسلته وطيبته فقلت لها يا بنيتي إن لي صاحبة أعطتني مالا وطلبت مني أن أشتري لها حليا وأنا لا أعرف مقاسها وهي في حجمك بالضبط فأعطني مقاس يديك ثم ذهبت السيدة العجوز إلى السوق وكان لها مال كثير فاشترت ذهبا بكل مالها ثم دعت أبناءها وزوجاتهم في بيتها وأخرجت الذهب والحلي وحكت لهم أنها صبت الماء على الفراش ولم يكن تبولا ثم وضعت الذهب في يد زوجتي ابنها الأصغر وقالت هذه ابنتي التي سوف ألجأ إليها في كبري وأقضي باقي عمري معها وعندها فصعقت الزوجتان وتملكهما الندم أشد الندم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون